السلام عليكم جميعا دعنا نتحدث عن مقولة ممكن تكون سمعتها من بعض الاشخاص وهي ان البيعة لامازون مفيش فيه ارباح طبعا اي فلوس بتصرفها في حياتك بتكون متوقع ان يجيلك عائد مقابل الفلوس اللي انت دفعتها دي بتشتري ملابس فبتكون منتظر ان يكون شكلك حلو فيها بتشتري اكل فبتكون منتظر ان يكون اكل طيب وطعمه كويس ولو العائد لو وصل لك امتو اقل من الفلوس اللي انت دفعتها فانت كده بتعتبر نفسك خسران وبتبطل تصرف فلوس في الشيء اللي ما كانش على قد توقعاتك دي هي طريقة تفكير اي بني ادم مزبوط لكن لما نيجي عند نقطة الاستثمار فالوضع بيكون مختلف شوية طبعا انت لما بتيجي تحط اي فلوس في اي استثمار فبتكون متوقع ان يجيلك عائد اعلى من الفلوس اللي انت حطتها في الاستثمار ده ولا ما كنتش هتستسمر فيه اصلا لكن طريقة حساب المصاريف اللي بتصرفها والعائد اللي بيوصل لك هي اللي بتفرق ما بين شخص فاهم طبيعة الاستثمار وشخص تاني مش فاهم الكلام ده شخص عارف في اي مرحلة بالزبط من الاستثمار ده المفروض نتوقع الحصول على عائد يكون فيه ربح وشخص تاني بيكون معتبر ان الحصول على ارباح في اي استثمار بيكون فوري وغير كده يعتبر استثمار سيء وما فيش فيه ارباح يعني مثلا المتاجر والمحلات اللي بنشوفها في الشارع او في اي مركز تجاري بتكون مقسمة المصرفات اللي هي صرفتها في انشاء المتجر واللي افتتاح على فترة معينة وممكن توصل لخمس سنين فيش اي شخص بيجي ويقول والله انا تكلفة المحل ده كله بالتجهزات اللي فيه والبضاعة اللي فيه ورواتب الموظفين اللي فيه والدعاية اللي اتعاملت في وقت افتتاحه المفروض كده اكون مع وضها وعام الربح عليها في خلال اول شهر اكيد مش منطقي صح؟ نفس الكلام برضه في امازون لان هو صدق او لا تصدق عبارة عن مشروع عكس مناس كتيرة متخيلة طبعا في حالة امازون مش هتوصل لحد خمس سنين علشان تقدر تعود مصروفات المشروعة لكن نفس المبدأ بيكون مطبق عليه يعني مثلا كمثال من ضمن الحاجات اللي بانصح بيها اي شخص عاوز يبدأ البيع على امازون انه هو يبدأ بمنتج واحد ده بيقلل الرأس المال اللي هتحتاجه وكمان بيقلل من المخاطر في حال حدوث اي خطأ او اي مشكلة خارجة عن ارادتك وسواء انت عندك منتج واحد او عشر منتجات فبيكون في بعض المصروفات ماينفعش تحملها لكل منتج على حدة لانك انت كده بتوهم نفسك بالخسارة قبل ما تبتدي زي مثلا مصاريف الاشتراكات اللي انت بتدفعها في البرامج المساعدة للبيع على امازون زي برنامج هليام تان مثلا او حتى الاشتراك الشهري للحساب البروفيشنال بتاع امازون تلاقي ناس كتيرة وهي بتحسب هامش الربح للمنتج اللي هتختاره علشان تبيعه تقوم جايبة المصاريف اللي انا قلتها من شوية دي كلها وتحملها كلها على المنتج في حين ان دي مصاريف على المشروع كله وليس على كل منتج بتبيعه يعني اذا عندك منتج واحد بتبيعه فتأثير المصاريف دي على المنتج ده غير لما تكون على منتجين غير لما تكون على ثلاثة غير لما تكون على عشر منتجات نفس الكلام على بعض المصاريف الخاصة بالمنتج نفسه زي مصاريف الصور او تصميم الغلاف مثلا لما تيجي تحمل المصاريف دي كلها على مبيعات اول شحنة فبرضو ده بيكون غير منطقي لان دي مصاريف مش هتكرر كل مرة تبعت فيها شحنة على مخازن امازون دي مصاريف بتدفع لمرة واحدة بس مش كل مرة هتبعت شحنة جديدة على امازون هتعمل لها صور جديدة او هتعمل لها تصميم جديد للغلاف بتاعها طيب يعني ايه دلوقتي المفروض ان انا غمض عيني عن المصاريف دي وعمل نفسي مش واخد بالي انها موجودة اكيد لا طبعا اللي المفروض تعمله هو انك انت لازم تنصق حساباتك على حسب الحالة اللي انت فيها او المرحلة اللي المنتج فيها يعني لو بتحسب هامش ربح بتاعك على ملف اكسل اكسل شيت يعني المفروض يكون عندك اكتر من ملف علشان تحسب فيها هامش ربح بتاعك ملف يكون خاص لمصاريف المنتج الفعلية اللي بتدفعها كل مرة تبيع فيها المنتج زي مصاريف التكلفة ومصاريف البيع والملف الثاني للمشروع ككل اللي هيكون فيها المصاريف اللي مفروض تتحمل على المشروع كله وليس كل منتج على حدة بالشكل ده تقدر تقيس مدى تقدم أو تأخر المنتج بشكل منفرد وكمان تقدر تقيس ربحية المشروع كله مع نمو المتجر بتاعك وزيادة عدد المنتجات اللي فيه طيب إذا كانت الإجابة سهلة كده ليه الموضوع ده عامل مشكلة وليه في ناس كتيرا مش بتطبق الكلام ده في شغلها في الحقيقة في أغلب الوقت هتلاقي دايما فيه سببين للمشكلة دي وفي أغلب الوقت برضو هتلاقي إن السببين دول مجتمعين مع بعض رقم واحد هو عدم توفر رأس المال المناسب للبيع أو معنى أصح الاستثمار في مشروع بكل ما يملكه المستثمر تخيل نفسك كده أنا كنت حطيت كل ما تملكه في مشروع معين والفلوس اللي انت حطيتها دي كنت معتمد عليها في حياتك الشخصية وفي المعيشة أكيد هتكون عامل كده بناءا على توقعات إن العائد اللي جاي من المشروع ده هيكون سريع علشان تقدر تلحق نفسك وبالتالي بقى مش هيكون عند الشخص ده أي فرصة للانتظار أنا عاوز العائد فوري أنا عاوزه دلوقتي ولما يتفاجئ إن مش هي دي طريقة البيع مش هيكون عنده الإمكانية إن هو يقدر يكمله وهيحاول إن هو يصف المشروع أو يخرج بأقل خسارة ممكنة أو ممكن يحصل الأسوأ ويكون فات الأوان ومش هيقدر إن هو يرجع أي شيء من اللي دفعه ويخسر رأس ماله كله اللي استثمره أما السبب الثاني للمشكلة دي فهو عدم دراسة المشروع بكل بساطة لأن أي شخص دارس إيه هي مراحل البيع وإيه اللي مطلوب يكون متوفر في المنتج وإيه هو أصلا رأس المال اللي المفروض يكون متاح معاه لو أنت عارف الكلام ده عمرك ما تدخل المشروع إلا لما تكون فعلا جاهز للمشروع مش هيكون فيه مفاجآت بمعنى أصح علي ميني هيطلع فيديو بتكلم فيه عن رأس المال المناسب لبداية مشروع البيع على أمازون وعلى شمال هيطلع فيديو بتكلم فيه عن مراحل البيع وإمتى وفي أي مرحلة بتقدر توصل فيها لتحقيق الربح شوفوا الفيديوهات وأشوفكم المرة الجاية سلام